لا يخفى على أحد أن منطقة رفح أصبح توي الآن ما يزيد عن حوالي مليون وأربعمائة ألف شخص نزحوا من مناطق قطاع غزة في بقعة جغرافية لا تتجاوز 62 كيلو متر مربع وهذا يشكل تحدياً كبيراً للأنورة والطواقم العاملة في مجال الاستجابة للإحتياجات الإنسانية للنازحين نواجه تحدياً كبيراً في تأمين الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية من الغذاء والماء والمواد غير الغذائية وعلى وجه الخصوص الفراش والأغطية والطرود الصحية ومستلزمات النساء والفتيات ولا ننسى الاحتياجات الطبية للمرضى والمصابين إن ما يدخل من مساعدات هي كما يقولون نقطة في محيط ولكم أن تتخيلوا ما يحتاجه مليون وأربعمائة ألف شخص من احتياجات أساسية ومع هذا نواصل إيصال المساعدات القادمة عبر معبر رفح إلى النازحين المسجلين في مراكز الإيواء والذين يقدر عددهم بحوالي مليون شخص تعمل طواقمنا على مدار الساعة على توزيع المواد الغذائية وغير الغذائية للنازحين إضافة إلى الماء والدواء والدعم النفسي إننا نعمل بلا توقف لمواجهة كافة التحديات التي نواجهها ونريد مواصلة العمل لمساعدة أهلنا في غزة فهم بحاجة إلى كل شيء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر